كابتن مجدي لازم اتكلم عن قصة كهربا دي انا بصراحة يعني انا حاولت اشتغل على القصة دي كتير قوي سنوات يعني من ساعة ما اتحكم ضد كهربا لانه ومؤخرا بعد ما دفع الغرامة طلع حسبا على بعض المسؤولين منهم الكابتن مجدي عبدالغني والحقيقة الثقة اللي بيحسبن بها خلتني انا كمان اقول هو ايه اللي حصل وهل هناك احتمالية تلاعب في عقد كهربا في توسيق عقد كهربا في الوقت اللي توسق في عقد كهربا مخليه بهذه الثقة بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلوني ادفع غرامة 70 مليون او اكتر وانا مش مطالب بان انا ادفعهم تبقا للقوانين اولا كهربا ما تحكمش على العقد اللي احنا وسقنا هو الاول مضى اربع سنين مضى على بياض معنات الزمالك باعتراف بتطلع لنا حاجة دلوقتي انا بدور لك على الفيديو اه مضى معنات الزمالك على بياض وقال لك انا ماضي اه مع ماضي هو ما انكرش انه مضى مضبوط وحتى في تصريحاته الاخيرة ما انكرش لكن هو بيتكلم على الوقت اللي توسق في العقد انه ما كانش في الوقت القانوني لا يمكن هيجي عقد بعد المعد ويتوسق استحالة ده يعني ده انا بشتغلش بشتغل في عزبة انا مش في عزبة انا في اتحاد كورة بس في اتحاد الكورة في بعض الهور بتدار باتصادات انا بقى عمرها يا عم انا ما عملتش حاجة وقال لك جاب عربية نقله وحط اللبس وخد اللبس عشان يمشوني من بقسة كاس العالم اه مش فاكر انت فاكر طبعا وبعد كده اقل لك بانطلون وشورت وقلع البانطلون ولبس البانطلون مش كده اه اي حاجة انا بعملها بتتشير على طوله وبتطلع من الاعداء كتير ليك جوه اللي انت فاكرهم اصدقاء اصدقاء طب بالعودة لقصة كهرباء هم مش اصدقاء هم هم لو انا عملت حاجة زي كده ما كانش حد هيسبني ده خطأ ان انا يوسق عقد بعد معاده ده غلط وبتعرف تتأكد ان العقد ده تاريخه صحيح جايلك من النادي بتاريخ صحيح ولا ملعوب فيه لا انا 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 اه طبعا بيبان بيبان انت انت اه 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 في معادل التسجيل انا جالي العقد في المعاد وبعدهم ده مش عاد كرباء اللي جالواحد اه ده حوالي نادي زمالك بعت عقود الفرق كلها كان عامل صفقات كتير اه فمعنى انه ابعت عقود الفرق كلها وروح دفع الفلوس في التوقيت في البنك لحساب الرسوم لحساب اتحاد الكورة قبل معادة توسيق ما يمتهي اه فانت خلاص دفعت رسومك ودفع اه حجزت مكانك يعني حجزت مكان خلاص دفعت انا مثلا القيضة يقف يوم واحد اه انا رحت امت دافع الرسوم يوم تمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين خلاص اه انت بقى كل اللي هجيبه اجراءات اجراءات روتينية بعد كده ايه انما انت طالما دفعت المصاريف وجبتلي ما يفيد انك دفعت خلاص وده اللي حصل وده اللي حصل فكانت الاجراءات سليمة مية في المية وما تكلمش هو ولا اعترض ولا قال ان فيه تزوير في عقده ولا قال ان فيه ولا اتكلم في حاجة خالص اه انا عايز اجيبلك بس الفيديو لحد ما تجيبها اسألك سؤال هو قالها وحطها في المحكمة الالهية يعني قال حسبي الله نعم الوكيل مش كده حسبي الله احنا الاثنين ونعم الوكيل انا حسبي الله ونعم الوكيل فيه اذا كان هو كذاب واذا كان هو غلطان بس ضميرك راضي عن اجراء عما قمت به في قصة كهربا ولا فيه حاجة ممكن تقول ما كنتش مفروض اعملها واحد واحد بس ظهرت اكتر من مرة في السنوات اللي فاتت وزادت انتشارها بعد ما دفع الغرامة كان فيه قصة الكهربا قبل كده لا يعني انت سمعت عن قصة الكهربا قبل كده بمعنى ايه يعني انت سمعت موضوع موضوع لكهربا بالنسبة للعقد ده اه اه بقالي ثلاث سنين بقعتلي بقالي وانت ما بتتكلمش ليه على قصة كهربا وتزوير العقد والتوثيق لكن طبعا وصلت لقمة الكلام بعد لا 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 ده بعد ما راح الناد للأهل لا اه اه لا قبل كده هو كهربا ماضي من ثلاث سنين كهربا ماضي من 2017 في الناد الزماني اه مظبوط انا ما كنتش في التحاد والكرة اصلا ايه بس عقد التجديد تقريبا هو اللي كان فيه مشكلة عقد التجديد انا اللي ماضيه على بياد اللي هو بيقولك اه 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 انا في 2016 2016 كنت طلع الصعدي اعراء قربوا من المايك كده من حضرتك اه 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 فمضدوني على العقد اه اه يعني اللي هما يمددوني العقد بتاعي السنة زيادة اه اه فطبعا انا مضيته في 2016 فمفروض اصلا عقد اللي ندي يزود سنة واحدة بس سميم فزود على اربع سنين فمددوني ازاي بقى يزود واربع سنين ازاي زودول اربع سنين وهو ماضي على سنة واحدة هو بيقول كده على بياض يعني كان ما هو معناه انه ماضي ادك انت النهاردة انا بقول لحضرتك اديني شيك ادتني الشيك فاضي ما كتبتش فيه حاجة حطيت انا انت انا لقي عندك 10.000 جنيه حطيتلك مليون جنيه مين اللي غلطان انا ولا انت انا توصد ان لو في مشكلة فهي مع الزمالك مش معاك يعني بس 2017 دي كنت حاجة في الاتحاد مجلس هاني بريد 2016 بقولك انا ماضي 2016 اه ملتش في الاتحاد ساعة 16 لا كان لسه جمال علاه 16 كان جمال علام اه 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 احنا كنا لسه يمكن جايين في انتخابات اه 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 كنت لسه يعني كنت موجودين يعني اه يعني لله اصده اه يعني يعني ما كانش فيه لا لابة كمل لك لك محيات لإله الا من حياة لحظة فهو لما بقولك ده اللي حصل كله بقولك كل كلمة وحيات ربنا وربنا حاسبني عليها طيب ماشي في حد يمضي على بياض في حد يمضي في حد بيمضي على بياض في لعب محترف في لعيب كرة محترف عنده عقلية احترافية غلط ودي نصيحتك حتى كمسؤول في جمعية كمسؤول كرائش ربطة لعبين محترفين طبعا اوعى تمدي على بياض اوعى تمدي على عقد فاضي يعني طب سؤال وبعدين هي دي يعني انت انت اما هو راح بقى هم عملوا ام لأربع سنين طيب كرابا عقده مستمر مع ناس الزمالك وفضل شغال مع ناس الزمالك وبيقبضوا طب ما اعتردش ان اعملوا ولا اربع سنين بس راح ماشي قال بقى دلد حكينا علي انا ماشي ده قال كده يعني خلاص بقى هو بقى موضوعه مع الزمالك مش معايا طب سؤالي هنا كمراقب واحدة واحدة بس لا الاول الاول في حكتين مهمين جدا نمر واحد لو فيه تزوير في عقده مع ناس الزمالك مجاش اشتكى في الاتحاد وقال فيه تزوير ودخل النيابة واحنا كنا هنجيب النيابة ما عملش كده في اي وقت من الاولايات خلاص دي نمر واحدة كمراقب للموضوع هل الزمالك ظلم كهرباء لا انا مليش دعوة ملكش دعوة انا مالي الزمالك ظلم وهو ظلم نفسه هو ظلم الزمالك ده مش موضوعي انا انا بتكلم في حتتين هو دلوقتي جاي بعد ما دفع الغرامة جاي بيلطم انا مالي هل انت جيت اتحاد الكورة قلت ان الزمالك طيب نمر واحد قلت الزمالك مضالك اربع سنة وانت سنة ما قلتش قلت عقدي فيه تزوير ومحتاج ان انا اعرضه على النيابة ما قلتش قلت العقد بتوسق بعد المعاد ما قلتش انت جاي بعد 7-8 سنين تقول حزبي يا الله ده حزبي يا الله ونعمل وكيل فيك انت حزبي يا الله ونعمل وكيل فيك انت اللي بتبع حقك بايدك قابلت كهرباء في اي وقت من الوقت الفترة ده كان بيقول مرتضى بسورة بوية مش هو مش كم تبقول كده مزبوط كم بيقول ده مرتضى بسورة بوي وهوريك بعد سماعك فيديو برضو عايد ما انا قلت على ناس وكام بيقول انا انا هو انا هاني بيقولك انا قلت على ناس قبل كده ابويه وضحكوا علي في عقود عادي يعني ممكن ابقى واثق في حد وتظلم طيب انت بقى واثق وتظلم ده مش كمت انا مسؤول مش مختلف خالص ده انا وحش الوحوش انا بقيت الحد الميلة طب كابتن لا استنى بقى اعترف انه مدى اربع سنين في فيديو اخر مع سيف زاهر اهو اهو استنى استنى عشان اصل بس بعدها قال انه اتوسق في تاريخ غير تاريخ يا عم مجاش اشتكى ليه طيب تمام طيب الله استنى بس أم من سمع النقل سنة عمديس يوم مطمديد عمي سنة بص 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 انا أربع سنين اهو اهو يعني مدى اربع سنين مع الزمالك على فكرة العقد اللي هو بيتكلم عليه عشان بس هو العقد اللي هو بيتكلم عليه ده مش داخل المعرفة موضوع خالص ولا له دعوة بالهروب ولا بالغرامة لا ليه دعوة انه هو قال انا همشي وهفسه في عقدي لان عقدي غير سليم بيقول كده يعني هو علاقته بناديه مليش دعوة هو النادي ضحك عليه هو ضحك على النادي ده موضوع مليش دعوة بيه انا بتكلم حتى على قانونية الغرامة اللي دفعها ما دفعهاش على العقد اللي هو بيقول ان توسك بعد المعاد مفهوم ليه ليه بقى لانه مشي قبل العقد القديم اللي هو معترف بيه هنا اللي هو معترف هنا بيقول انه ماضيه اربع سنين اه مشي قبل انتهاء الاربع سنين بست شهور اه من غير ميا ميا انت واخبالك مفهوم فنادي زمالك اشتكاه عارف انت لو هو اشتكوه بالعقدة باربع سنين اه كان دفع اه غرامة وتوقف اه ما هو هدد بالايقاف افهم لا هدد بالايقاف حشان ما دفعش اه مفهوم الغرامة كانت ان يسدد فلوس للزمالك اه افهم يا هاني هاني اه فضوح خالص برا الشكوى و برا كله طب ليه كارابا بيتكلم على الكابتن مجداني انا اعرف بقى بتجيلك بلاوي من تحت الارض انت هو انت بكل واحد بص فيه ناس فيه ناس اه بعد ما اتبطت الكورة مش هتلاقي تأكل عارف ليه ليه لان هنا مفيش فيه ترام ربنا يرزق الجميع انا بقولك هنا فيه ترام نعم ربنا بيرزق بيرزق اللي بيفكروا واللي بيشكروا نعم انما لما يبقى فيه ترام في الدماغ عمرك ما تترزق ازاي طيب ايه قصة نهائي افريقيا سبعة وتمانين حاجة على الخفيفة ايه نخفت شوية النوعية دي بتاكل كما البهائم بتاكل في الدماغ خلاص بقى انا بتكلم عموما نريح شوية كنا نهدي نهائي سبعة وتمانين بتعبطونا